حلوين قوي بجد حلوين وانا مستمتعة جدا لانه حسى بهذا الزمن اللي انا عشت وستمتعت به كنا بننتظر المسلسل الساعة 8 وكان اوف رمضان وكانت المسلسلات دي مؤسرة علينا جدا ايو ايو ازاي عملت التت يعني كان فيه تترات الفوزير وكان فيه تترات مسلسل لا اله الا الله انا افكرك بقى بالزمن ثم بدأت تترات بقى اللي هي كانت الاول تترات مرحة بقى وكده ازاي عملت التتر بقى جزء مهم من الدراما وتكوين المسلسل هي التوليفة دي يعني الحقيقة طالق انتاج عملوها استاذ ممدوح لليسي ده كان راجل عظيم طبعا اه لا انه كان سيناريست وراجل بيكتب افلام مهمة وكده ففاهم انه يعمل توليفة يعني يبقى يحيى العالمي هو اللي بيخرج الايام اللي هي قصة حياتها حسين فيبقى عمار الشريعي وسيد حجاب طبعا عمار حاسس انه رحلة كفاح وهي رحلة كفاح طه حسين الاتنين عندهم نفس الظروف نفس العبقرية العمار نفسه يوصلها كان ساعتها يعني انه عايز يضاهي او يساوي قيمة طاح حسين في الادب يعني وكده فقد ايه وعلى فكرة المسلسل ده هو كان عنده ديسك كان عموده الفقر يتعبه ولحن المسلسل كله هو نايم على الارض على جنبه وحطينه الارج بيلحن ويملي اللي هيكتب النوتها الموسيقية فظروف المسلسل كله عجيبة ده كان اول تتر عمار كان الايام كان اول تتر عمار كان لحن تتريات مزيكة بس لكن اول تتر ليك انت اول تتر يتعرف يتعرف او كان بقاله قيمة يعني غنيت قبله تترين ثلاثة مثلا والله مش فاكرهم بس هي يحمد الحجار عامل كومة دكة معرفش لكن الايام الايام كان معروف بداية البنى ده الطريقة دي اللي بعد كده معظم الملحنين والشعرة كتبوا على نساقها يعني او على نفس الشكل يعني فكمان احمد زاكي كانت بالنسبة لنا كلنا مفاجأة كبيرة جدا طه حسين ما كانش اسمر سمرة احمد زاكي لكن ازاي يعرف يقنعنا بانه ده طه حسين هذا هو التشخيص المشخصاتي ده هو ازاي تشخص يعني بيشخص الفنان ازاي بيشخص وكان برضو يعني برضو كان عامل حاجة عظيمة جدا زي الاستاذيحي الفخراني المشاهد اللي كان بتنزل عليها غنى ويمثل عليها طبعا ما فيهش كلام لانه الغنى هو اللي بيقول الكلام اللي في ضميره فكان يستنى لما انا وعمار الشريعي نسجل الاول ونبعث التسجيل للأستاذيحي العالمي ينزله في سماعات الستوديو الاغنية عشان يشخص عليها الله فطبعا كان بيبقى واحمد عشان مغنواتي وودنه حلوة قوي فكان بيحس قوي بالموضوع وكان بيساعده لو انا كان بيساعده جدا في انه يعبر عن اليوم ده طه يومك خود المخاضة بحصانك عدي وفوت من همومك وخد لنفسك مكانك وهو بيناقش رسالة الدكتوراه او مثلا الشيخ في الازهر يقول له ادخل يا اعمى فيقول جواه انا مش اعمى يا هوه يا خلج يا عمياني لان الايام كانت مش بس التتر كان فيه كده اغاني قصيرة اكتر من خمسين اوه كان اغاني قصيرة داخل المسلسل بتعبر عن مشاعر طه حصين ايوه بتعبر عن مشاعر وبتعلق احيانا على احداث على احداث